الناس بهذا التصنيف الذي ذكرته يا أحبابي وإخواني مثلهم في ذلك مثل نهر جار عاوزك تعيش معايا الموقف ده نهر يتدفق بقوة هادرة وبسرعة هائلة شوف لما تنظر كده على مصب نهر النيل لما ترجع بقى للمصب للمنبع مش للسودان لا لما بعد السودان لما ترجع بقى كده إلى الحبشة سبحان الله أي نهر انظر معي إلى مصب هذا النهر وإلى منبع النهر ثم انظر بعد ذلك إلى القوة الهادرة والسرعة الهائلة لهذا النهر الجار في مجراه لكن الماء كثير والقوة مرعبة هادرة شفت السيل والسرعة هائلة المية طغط طغط والطغيان هو مجاوزة الحد طغط على الشواطئ انتقل النفع إلى تدمير وانتقل النفع إلى تخريب اغراق للمزارع اغراق للبيوت للمدارس للمصانع للمستشفيات انت عيش معا المشهد ده قام العقلاء وقام الناس قالوا من اقدرش من اقدرش يسيب النهر يجري بالطريقة دي صحيح ماء فيه حياة وجعلنا من الماء كل شيء حي لكن تحول الماء إلى إفناء للحياة تحول الماء إلى إفناء إلى عامل يفن الحياة ويدمر الأحياء من المزارع والأراضي والبيوت والحيوانات والإنسان والعمارات تدمير مرعب لما بتشوف منظر السيول على شاشة فضائية من الفضائيات ويتقتلع الأشجار وتغرق المزارع وتغرق البيوت مشاهد تخلع القلب سبحان ربي الذي يدبر الكون ويملك الأمر سبحانه وتعالى قل إن الأمر كله لله ودي احنا لسه شايفين من يومين ثلاثة فقط الزلزال في إيطاليا إيطاليا سبحان الله دولة أوروبية متطورة متقدمة وشفنا سبحان الله الزلازل والبراكين والعواصف اللي حدث في أمريكا والحرائق اللي حدثت في استراليا في الأيام الماضية مشاهد تملأ القلب بعظمة الملك وقدرة الملك وتثبت للجميع الذين لا يجدون إلا الجعجعة ولا يجدون إلا الصياح ولا يجدون إلا الكلام أنهم مهما امتلكوا من وسائل العلم الحديث والوسائل الأمنية المعاصرة فهم أضعف بكثير بكثير من أن يتصوروا أنهم يتحكمون في الكون ويملكون الكون وأن ما يحدث فيه إنما هي ظواهر طبيعية لا علاقة لها بقدرة رب البرية لقد ظهر عوارهم وظهر ضعفهم وظهرت أجهزتهم العلمية لرصد الزلازل والبراكين أنها لا تسمن ولا تغني من جوع وآن الأوان في عصر الفضائيات التي نقلت لنا الصورة حية في التو واللحظة أنا الأوان أن تمتلئ القلوب بالإيمان وأن يتجدد الإيمان في القلوب بعظمة الملك وقدرة الملك وأنه لا توجد قوة على ظهر الأرض لا في أمريكا ولا في بريطانيا ولا في أستراليا ولا في إيطاليا ولا في فرنسا ولا في أوروبا ولا في أي مكان على وجه الأرض لا توجد قوة على ظهر الأرض تملك لنفسها ضرا ولا نفعة إنما الأمر كله بيد الملك قل اللهم مالك الملك وقال جل وعلا وإي يمسسك الله بضر فلا كاسف له إلا هو إلا هو وإي يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير ارجع معايا السيل عنيف الماء بيجري تجاوز الشواطئ تجاوز الحد بقى فيه طغيان بقى فيه تجاوز للحدود وللشواطئ قام الناس عاوزيني وقف هذا السيل العرم رم وهذا النهر المتدفق وهذه القوة الهادرة فانقسم الناس إلى ثلاث فرق انقسم الناس في إقاف هذا النهر الهادر الهائل الهائج إلى ثلاث فرق فرقة أرادت أن توقف هذا الماء المتدفق الهادر الهادر الهائج بوضع بعض الحواجز والسدود والعراقيل لكن لم تفلح الماء قوة اندفاعي شديدة جدا والسرعة هائلة والقوة هادرة والماء عمال يزمجر كل ما يضع سد هنا ينفذ الماء من الجانب الآخر يجر قري يلحاو في وهكذا لا يستطيع أحد أن يوقف هذا الماء بوضع هذه السدود وبوضع هذه الحواجز كلما وضعوا سدا كلما كسر الماء جانبا من جانب هذا السد وحطمه وعاد إلى مجراه بقوة أشد وبسرعة أشد وبشكل أعنف فشل هذا الفريق الأول الفرقة الثانية أو الفريق الآخر قالوا لا 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 ما ينفعش هذه جهود ضائعة وهذه جهود مباثرة مش عارفين نوقف هذا الماء نعمل ايه قالوا لا لازم نرجع للمنبع ونرجع لأصل الماء أصل النهر طبوا ده كلام ده كلام عقلاء رجعوا الأصل النهر وجدوا القوة أعنف والسرعة أعته والهدير أضخم فلم تفلح هذه الفرقة في أن توقف الماء من مصبه وفي أن توقف الماء من منبعي فوأقوى النقاط قالوا لا ده ما فيش فايدة فخرجت الفرقة الثالثة وهي فرقة العقلاء فرقة المستفيدين من أخطاء الغير والسعيد من وعظ بغيره السعيد من وعظ بغيره واستفاد من أخطاء الآخرين عملت إيه هذه الفرقة يا ترى عوزن نوقف هذا النهر هذا الماء الذي هو عنصر الحياة وجعلنا من الماء كل شيء حي فتحول إلى عنصر هدم وإبادة وتدمير يا ترى تعمل إيه فرقة أولى فشلت وفرقة تانية فشلت يا ترى هتكون من أصحاب الفرقة الثالثة التي استطاعت بنجاح في الاستفادة من هذا الماء يا ترى ماذا تصنع لو كان فيه فرصة الآن كنت تلقيت المدخلات لأسمع من أحبابي وإخواني وأخواتي يا ترى ما هو الحل ماذا تصنع أمام هذه المشكلة وأمام هذه الأزمة وهي أزمة موجودة بالفعل وهي أزمة حقيقية ليست خيالية والقليل الذي يوفق لحلها والكثير هو الذي يفشل كما فشل الفريق الأول والفريق الثاني في حل هذه المشكلة أقول جاء الفريق الثالث